في أواخر سبتمبر الماضي انكشفت للرأي العام فضيحة نهب مقاعد دراسية مخصصة لطلاب من أوائل الجمهورية مبتعثين للدراسة في جمهورية مصر والمتهم فيها السفير اليمني في القاهرة محمد مارم الطالبات التي تصرف مارم بمقاعدهن طالبنا الحكومة بتدخل وإعادة مقاعدهن لكي يدسن لهن بدء عامهن الدراسي وبدلا من إعادة مقاعدهن قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة التي تحولت إلى قضية رأي عام على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ورفض أيضا التوجيهات بإعادة الطالبات التي تصرف بالمنح الخاصة بهن دون وجه حق وهو ما تؤيده مذكرة من اللجنة لرئاسة الوزراء رئيس الوزراء وجه وزارة الخارجية بالتعامل مع نتائج التحقيق الذي أصدرته اللجنة المعنية لكن لا يبدو أن ذلك سيحدث قريبا تكشف التحقيقات الرسمية عن ممارسة السفير مارم لفساد مالي وإداري في السفارة اليمنية والملحقية الثقافية في القاهرة فلماذا لا يزال يبدو كأنه محصنا من أي عقاب؟ مراقبون يرون أن قرب مارم من عائلة الرئيس هادي وانتماءه المناطقي هو ما يحميه كما أنه كان في وقت سابق مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية وهو ما يعني أنه قد يكون مطلعا على قضايا فساد أكبر تورط بها مقربون من الرئيس هادي الأمر الذي جعله يحظى بالتغطية والحماية الطالبات التي فقدن مقاعدهن أفدن لقناة بلقيس بأن السفير قام بتهديد الطالبات محذرا إياهم من التصعيد الإعلامي من جانبهن مؤخرا باتت السفارات اليمنية ساحة للكثير من فضائح الفساد والسلوكيات المسيئة إلى أن سفير هدف القاهرة يتجاوز في هذه القضية كل ممارسات أقرانه ويضع السلطة أمام اختبار الرأي العام فهل يمكن لهذه السلطة أن تنتصف يوما لمواطنيها؟